منصب مقابل منصب مقترحات عدة طرحت مؤخرا في الساحة السنية أمام الإطار لحل مشكلة رئيس البرلمان طبيعة الحراك الجديد والحلول المطروحة رصدها فقار فاضل في هذا التقرير مقترحات جديدة تطرحها قادة القوى السنية على الإطار التنسيق في اجتماع غير معلن لأجل الخروج من نفق الصراع على منصب رئاسة البرلمان مقترحات تتمثل في تقديم ثلاث شخصيات من تحالف السيادة للمنافسة مقابل التنازل عن وزارة التجارة لحزب تقدم والعكس صحيح وفقا لمصادر وهذا قد يكون الأقرب لحلحلة الأزمة بحسب مراقبين مسألة التنازل من قبل تقدم عن منصب سيادي كرئيس للبرلمان لازم يقابلها تنازل من قبل القوى السنية الأخرى للسيد الحلبوسي حتى تحسن الأمر فأعتقد أنه طريقة الأسلم لحسم هذه المسألة التي طال عمرها وأغلب المقترحات التي تتداولها الأوساط السياسية منذ شغور منصب رئاسة البرلمان هي مبنية على التوافق وعدم الإخلال في تقسيم النقاط للأحزاب بيد أن ذلك قد أسهم في فسح المجال أمام تعرض العملية السياسية لوحكات مستمرة من وجهة نظر متابعين الذهاب إلى حل وزارة مقابل ثلاث مرشحين هو فقدا للرشد وهو ضياعا للوطنية وأنك ستأتي بمن ليس جديرا في موقع مهم وسيادي ومن ضمن الحلول المطروحة لإنهاء أزمة انتخاب الرئيس هي التنازل عن بعض المناصب التنفيذية مقابل ترك المنافسة الشديدة على كرسي الرئاسة الذي بقي شاغرا منذ شهور من العصمة بغداد فقار فاضل الرابعة ترجمة نانسي قنقر